ولمزيد من التعليق حول هذا الموضوع انضموا لنا من القاهرة المحل السياسي الأستاذ عماد محجوب سيد عماد أهلا بك وبداية هل الرابط بين هذا التفجير والانتخابات الرئاسية التي تنطلق بعد غد هو أمر واقعي؟ أعتقد أننا أمام معادلة كما أشارت تتصل بهذه العملية الإرهابية تتسق مع المعطيات السياسية وأنها تتوازن مع تصور البعض لتعامله مع الانتخابات المصرية واستمرار العمل ضد إرادة الشعب المصري بشكل واضح وهذا يجعلنا نشير بدرجة أقرب إلى الجانب أصابع الاتهام وهو في هذه الحالة يقترب من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والعناصر المولية لها وخاصة الجماعات المنفردة أو الزئاب المنفردة كما يطلقون عليها والتي تحمل مسميات مثل حصن وغيرها والتي تقوم بأعمال إرهابية من هذا النوع وأحيانا كما تابعنا في عملية اليوم أنها تقدم على العملية بهدف تحقيق مكسب سياسي مثل ما يتعلق ببداية الصمت الانتخابي قبل إجراء الانتخابات المصرية بـ 48 ساعة وهو معنى سياسي أراد أن توصله وفي نفس الوقت دون أن تراعي في هذا قدرتها على التعامل أو على تحقيق أهدفها التي لا نرجو لها توفيقا لكن هذه العملية تثبت أن هناك قدر من التخبط داخل الجماعة التي حاولت وإن كانت قد قامت بعملية الرصد لخط سير السيد مدير الأمن وهذا يعني أعتقد أن التحقيقات ستكشف عن بعض التفاصيل لأن مدير الأمن وقبار القادة والمسؤولين يتم تغيير خط سيرهم سواء في الزهاب أو العودة أو بين يوم المعاقر ولكن نحن أمام عملية كان واضح فيها أن هناك قدر من الرصد لخط سير اللوى المصطفى وفي نفس الوقت في خلل كمان في التنفيذ نتيجة سواء كانت العبوة قد وضعت أسفل سيارة أو أن السيارة نفسها مفخخة في منطقة رشدي والقرب من مقر مديرية أمن الإسكندرية ولكن هذا التخبط هو فضل من الله إلى جانب أن يؤكد أن الاستحكمات الأمنية كانت شديدة جدا لدرجة أن أحبطت جزء من الترتيبات التي كانت تسدفها ولكن نحن أمام مشهد يؤكد أن قوة الانفجارية كبيرة جدا وقوية جدا وهائلة جدا وأمامنا كسافة الدخان أيضا تشير إلى حجم الجريمة التي تم الترتيب لها على ما يبدو أنه فيه قدر كبير من العجلة لكنه لا يمكن أن يكون متسقا مع أحداث أخرى مثل ما يحدث في سيناء أو غيرها من الجماعات الأخرى ولكن هذه العملية تقربنا بدرجة أكبر من الجماعة الإخوان المسلمين خاصة مع تصاعد الحرب الإعلامية على قنواتهم ومن خلال أبواقهم الإعلامية في قطر وفي تركيا ضد الانتخابات وضد حركة الشعب المصري باتجاه الصناديق والمظاهر التي أخذت بعدا كبيرا فيه بما تعلق بإقبال المصريين بالخارج على عملية التصويت بما يؤكد أنهم يخسرون المعركة على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي أيضا ولكن الحمد لله الانتائج مسعهم قد خاب بفضل الله وأيضا بفضل الترتيبات المبنية نعم مسعهم قد خاب ورغم أن حادثة التفجير كانت كبيرة إلا أنها لم تحقق أهدافها أستاذ عماد هل برأيك تتوقع أن تؤثر هذه الحادثة على الأقبال في الانتخابات الرئاسية أم أن المصريون سيتجاهلون مثل هذه التهديدات في ظل الأقبال الكبير الذي تشهدته الانتخابات في الخارج أستطيع أن أؤكد لك أن مثل هذه الأعمال تزيد المصريين إقبالا وتزيدهم إصرارا لأنها تؤكد لهم أنهم على الطريق الصحيح وأنهم يأخذون معركة إثبات وجود وإثبات ذات ليست لدينا معركة انتخابية بالمعنى المفهوم النتائج تكاد تكون مليون المئة محسومة ولكن نحن أمام تحدي بالنوع آخر وهو أن يؤكد المصريين موقفهم من العملية الانتخابية ذاتها وأن يؤكد المصريين سلامة جبهتهم الداخلية والتفافها حول الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتناعا بما قدمه وبما يقدمه وبما يعد به وبما يقدر على تنفيذه وأيضا بأنهم أصحاب قضية بالدرجة الأولى أكثر من الرئيس نفسه أو الحكومة أو غيرهم المصريين هم المستهدفون بالدرجة الأولى وهم أصحاب المصلحة في إنجاح هذه التجربة وعبور مصر لمرحلة الاختناق التي عانتها في السنوات الماضية ووصلها إلى مرحلة جديدة من النماء والرخاء الاقتصادي والتقدم وغير ذلك واستكمال المشروعات التي بدأت والتي أسمرت عن أعمال كبيرة جدا لا يمكن أن تكون بضع سنوات كافية لإتنامها ولكنها فيما يجبه المعجزة قدمت للعالم طرحا كبيرا على الرغم من أن المصريين على المستوى العام وفي أكثرهم لم يشعروا حتى الآن بصمار هذا الجهد الذي تم ولكنهم يدركون أنهم على الطريق الصحيح وأن لديهم ثقة كبيرة وكاملة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي أداؤه على المستوى السياسي والاقتصاد نعم القاهرة لمحل السياسي الأستاذ عماد محجوب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك